أهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت نبحث بها آخر المستجدات السياسية القضائية والمالية النقدية أيضا مع المحامي والمحلل السياسي جوزاف أبو فاضل أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سترون أهلا يعني اليوم مع حضورك يمكن كان فيه خبر هيك بيعطي شوية أمل إعادة التقارب بين الفرقاء اللي هني مفترض يكونوا حلفاء وصاروا بآخر فترة خصوم ولكن قبل ما نفوت بالملف السياسي بدي أقل لك أنه فيه ناس عم تسترجي تهكر حساباتك لأنني سمال عليك ما عم تريحهم من ردودك بيسترجوا أنا ناشط جدا على تويتر بس صار عندي حادث صغيري وأنا كنت يعني عملت تغريدي داعم فيها خي سيمون يعني خي في الانتخابات بقى فاتوا حسابي سببوا لي عائلتي ومرتي هلا بيراء وبتبيراء مع أنه أنا يعني حيب أقول أنه ثلاثة ربيع اللي بيملكوا هو لمرتي وولادي مربينهم بدبيراء يعني أنا ويون عائلة واحدة وبالتالي خي بعدني شاكر فيه على تويتر بقى كنت بمحل أنا وحدث تعمل تليفوني وبعد ساعتين تعرفنا هو كان يشتغل معي والحقيقة أنا وديته يعني بس هو بيعرف الكود عمل تويتر اتنين وشاطر فيه ونهو كان هو يشتغلي جانا استعادناهم يعني وتلفنا لما وقعناهم يا عمي لا تويخزونا شيلوهم مش بتصير يعني قبل بمرة كمان عملوا فيه ضرب نفس الشي كمان سبوا شاب اسمه عباس خي وشهيد أنا ماني عارف أنه خي وشهيد كمان سبوا مرة كمان سبوا الوزير جبران بيسير من تليفوني تلتوا يا خي يا مش أنا يعني تلفنت له وتزالت منه معه ما بحكي معه وكان منصاب بالكورونا كمان وقلت له أنا حمد الله على السلامة بالكورونا وكذا يعني أنا عم بيصير معي شغلات أكيد عم بيهاجموني بس يعني أكيد إذا وحد بيسبل لي بسبل له أمه كمان يعني شو مش مشكلة طيب رح نفوت شوية بالملف السياسي هلا ما بناش نحكي كتير الناس صايمة بسيب ليفطروا رح نحكي شوية بالملف السياسي وخصوصا أنه مبارح جرى لقاء جدا مهم كانوا عم بيبلشوا يمهدوا لإله من جمعتين استطاع حزب الله والسيد حسن نصر الله بجمع الحليفين المتخاسمين سليمان فرنجية وجبران بسيل شو آخر المستجدات بهذا الموضوع لشو توصلوا حسب معلوماتك ماشي توصلوا أنه نعمل لقاء كسر جليد بس ما صار فيه غسل قلوب متما العالم تعرف صار فيه كسر جليد سمحت السيد الأمين العام سمحت السيد حسن نصر الله والمسؤولين على الملفين الحاجة حسين خليل بالنسبة للوزير اسلامين باك فرنجية والحاجة وفيق صفة بالنسبة لملف الطيارة الحرب والوزير جبران بسيل كانوا حاضرين بالإفطار والاجتماع بين ثلاث ساعة ونص تقريبا حكوا بكل شيء من فيينا لأوكرانيا لسوريا لكل شيء لكل الملفات حكوا الوضع الداخلي باللبنان بس ما حكوا برئيس الجمهورية ولا حكوا بالانتخابات لأنه كل واحد خلاص أعلنت اللويح ولكن عملية كسر جليد بس الاجتماع الثاني رح يكون بعد الانتخابات النيابية وسوف تفتح في عملية يعني بس يكون في جرح هذا الجرح حساس بقى بس يكون الحزب الله والسيد حسن عم بيعالجوا هذا الجرح عرواء مشان معا يقولولو بعزر أو قلما هونالك هاي دي الأمور اللي صارت بس أنه حسب معرفت أنا تقريبا أنه الحكومة هاي مستمرة متل ما هي الأمور وإذا صار في حكومة تانية بصير في عملية تعويم لألا كمان أنا مش أنا مش لأنه له معزي خاصة يعني رئيس نجيب مياتي مع أنه شايفه مرة شفته مرة خمس دقيق يعني بس أنه يبدو أنه رئيس مياتي الأوفر حظا لأنه هو يرضي الكل ويرضي الجميع وبالتالي يحكيوا بالاجتماعي اللي صار بين الفرنسيوية وبين الجهة الفرنسية اللي زارت لبنان مفتكر كمان مع السفيرة وعملت برمي على الكل بهذا الجمع الأول هالأسبوع وأبلغت الجميع أنه نحن رغم عملية العملية اللي عم سير في أوكرانيا وهي أطبحت بالعمل الأوروبي نحن نصر على إجراء الانتخابات النيابية بوقتها ومن ثم الانتخابات الرئيسية هلأ رئيسية أنا شايفة صامت بس هو بمجرد ما يكون الوزير جبران باسيل عنده حظوظه كثير متدنية بموضوع الوصول إلى رئاسة الجمهورية مجرأ العقوبات الأمريكية واتهامه بالفساد وما إلى هناك من هذه الأمور اليوم هل هذا اللقاء يعوم الوزير سليمان فرنجية ويعطي الحظوظ له أكثر لأنه يكون خلف الرئيس ميشيل عون الحقيقة يعني أنا ما في يقول مين رح يكون رئيس جمهورية بس أنا سؤلت بالليبانون دبيت قلت له أن أنا معلوماتي وتحليل الشخصة أنه حزب الله هذيك المرة يعني ضغط له وصحب من تمو يعني لو وزير فرنجية ولأنه كان واعد جنرال ميشيل عون هالمرة الاتجاه نحو الوزير الإسلامية فرنجية إسلامية فرنجية لأنه يتكلم مع الجميع مع السعودية مع الخليج مع إيران مع الأوروبية مع فرنسا مع الأمريكان مع السوريين مع حزب الله مع الكل حتى مع القوات اللبنانية إسلامية فرنجية عمل صلحة مجانية يعني ما فيه مشاكل مع الكتاب كمان فيه حكي لو هلأ فيه حملة انتخابية بروحوا بهجموا فيها للوزير الفرنجية أو هو بهجموا فيها ولكن فيه حملة يعني انتخابية بالبلد بس يعني هو متقدم بين المتقدمين بالنسبة لحزب الله بالنسبة لحقية وصوله إلى الرئاسة كونه عمل الرئيس مشان عون رئيس جمهورية ومن بعده هو يريد الوزير جبران باسيل فخمت الرئيس لكن الأمور يعني مش عطول بتزبط هيك لذلك أنا بشوف فيه ربما صار فيه يعني إذا ما صار فيه اتفاق كله بصير فيه اتفاق على الفراغ ومن ثم فيه رئيس جمهورية طيب بس المعروف أنه الوزير جبران باسيل ما بيعطي أي استحقاق هيك بالمجان ورئاسة الجمهورية هذا موضوع كتير أساسي للتيار الوطني الحر لأنه مرشح طبيعي الوزير جبران باسيل بالمقابل الوزير سليمان فرنجي قال أنه أنا لو بلت أني أعمل تفاهمات مثل ما عمل الوزير جبران باسيل كنت من الـ 2016 كنت رئيس كنت وصلت للرئاسة هل ممكن سليمان فرنجي يوصل للرئاسة من دون إجراء أي تفاهم مع الوزير جبران باسيل وتقاسم الحصص لا الوزير فرنجي بالزمان وقت إجاء رئيس سعد الحريري قعد هو الوزير الفرنجية أول شي قال له أنت بك زور سوريا هو من الوزير الفرنجية يقول له لرئيس الحريري أنت بلك زور السعودية قال له أنا كمان بجزور السوريا أنا صريح أنا بزور السوريا بزور السعودية أنت بزور السعودية لش ما بجزور السوريا جيش والمشكل أنت كان صريح معه وقت جلس الوزير باسيل مع الرئيس سعد الحريري وهذا كلام موجود يعني بيقوم فوراً الوزير باسيل اللي كان عم يفاوض باسم جنرال عون بيقله لرئيس الحريري أننا ورح نزور سوريا من طمك لذلك أنا عم بحكي كلام وخلي ردوا علي يعني بدي حداً مثل حريري رد فريق الثاني بيعرف برد ما عنده مشكل لذلك هذا الكلام كان يومتها مطروح مهم أنه يوصلوا على الرئاسة كانت الخطة أنه يوصل الرئيس جنرال ميشيل عون على الرئاسة ويعمل إصلاحات وينقذ البلد وكذا طلعت عملية تحدي ومشاكل الحمد لله هلأ أنه في كورونا وحصل مشاكل بجابة راح ثلاث أربعة ضحايا ومن وراء زيارات العملية البزير باسيل الحمد لله هلأ أنه جاي البابا عم بيقوله إن شاء الله يجي بحزيران بحزيران يعني بدون ما يعمل برماطه جبران باسيل في البابا جاي بل ما يعمل برماطه مثل البابا بلبنان بوفر علينا مشاكل بوفر على اللبنانيين لأنه الصورة بهيك زارف يعني وين بدي يروح الطيار الوطن الحر وأي موكب بدي يمرو فيه الوزير باسيل بدي يعملوا مشاكل مع الناس لذلك يعني الوزير باسيل عنده مشاكل مع الكل من الصعب يوصوله إلى رئيس الجمهورية بعدين أنا عملية أنه حزب الله بده غطاء مسيحي وما بده غطاء حزب الله مش بحاجة لغطاء مسيحي حزب الله ماشي وفي سيري في عين الله يترعاكي ماشي مش بحاجة لحده منتصر من هذه الانتخابات سوف يكون التحالف السنية الشيعية الوطنية العملية منتهية وعلى رأسه حزب الله البقية حلفاء لا أكثر ولا أقل إذا أراد حزب الله أن يكونوا حلفاء بس هذه النظرية حتى مقربين من حزب الله بيقولوا أنه منا صحيحة لأن إذا ما وصل الثناء الشيعي مع حلفاءه إلى المجلس النية بهذا الشيء ما يعد ربح لألون يعني عم بيجربوا يأول وزير جبران باسيل لأنه هو الحليف المسيحي الأقوى بهذه الانتخابات هل سيستطيع؟ في عندك ليحة بترابلوس اليوم بتضم الوزير فيصل كرامي لأم جهاد الصمد وأولا عندك المرشح الصغرطاوي يعني صغرطاوي المرأة الأورتودوكسي سيد رافلي دياب هالمرأة إذا بيطلع بيطلع بقوته بأصواته يعني فرنجيه كمان يتجه إلى كمان أصوات بعكار يتجه إلى بلك تشوفه إخواننا من الطايف السنية الكريمة اللي بيعطوا حاصل بالمطقة البترون والكورة وصغرطا يعني هني أكيد مع الوزير باسيل ما فيه اتفاق تعرفي النفور اللي حاصل فكل مرة راح مع رئيس الحريري ألومين بدياكوا نتقبوا جبران هالمرة ما فيه رئيس حريري هالمرة فيه خلاف بينه وبين جبران باسيل أوكي مع القوات بيقولوا أنه القوات ما راح نعطي كتير للقوات ولو ربما سعودية مانت عندك صار في عطف على الوزير الفرنجيه أكتر من العطف أكتر بما ثابت الكره أو مثلا مش محبة بأنش أقول كره بما ثابت محبة عدم محبة الوزير باسيل نعم يعني نحنا اليوم قدام فضليه لأ بدي أقول لك أنه لحتى شوي كمان نعجل بالحلقة اليوم أكيد سمعت الوزير جبران باسيل بإعلان لي لا ولا ما سمعته بك عندي كهرباء الحقيقة عم بحكي يعني لو جابنا الكهرباء كنا بسط نفي تصبح نفي ما عناش كهرباء ليه ما عندك كهرباء ما كان الموتار ما بيعطي وعلى البيت الجديد ما أنا شاري بيتين البيت الجديد عم صلحه والبيت هداكي بعد ما نقلت عليه أنه بده فرش بقى هلأ عم ضبط يعني الوضع هلأ يعني عم بتأكد لهم كلامهم للي هجموك على كلتهم أنه أنت متمول يعني معي مصاري يعني إذا حدا بحاجة عايز بعطيه بس أنه هني سرقوا وطن خطفوا وطن بكامله نحن ما حكينا بس رانا شقة حكيه أنا ما بحكي بالشخصي مين اللي خطف وطن؟ العونيين الوزير بسير خطف وطن بكامله 17 سنة من 2019 بس اليوم اعتذر من الناس لأنه يمكن خطأ العونيين أنه تأملوا ببلد أنا عم بقل لك شو الأهم اللي قال أنه تأملوا أنه يعملوا مشاريع بهذا البلد وينهضوا بهذا البلد يعملوا؟ ليش ما عملوا؟ ما خليتوه مين ما خليناه؟ نحن كانوا عم نزقف له وكان ماشي حاله بألف خير وكان إذا كفه هايك مثل ما خلى عمه يحكم بعالات عمه مشال عون مش شلوا دماغه لما مشال عون وحط دماغ جبران بسير بداله هذا ما بسير في عونيين هذي عونيين بدوا يتحافظ عليهم برموش العيون اليوم اللي عمين شلوا هني العونيين وعم يقطع بفريق رفيق ولا جبران بسير طيب بس هلأ أنت عم بتقول أنه الرئيس الجمهورية موجود ومش موجود اللي عم يحكم هو جبران بسير موجود بحكم جبران بسير جبران بسير هو الحكم هاي الرئيس مئاتي إلا لسيان أن إلا لأعلام الأمريكي العربية شو اسمه طيب بس هو فالي من يحكم قصر الجمهوري هو الوزير جبران بسير معروف يعني مش أنه شي صر يعني بس ما عم يقدروا يعملوا شي من يحكم لبنان اليوم الحاكم الفعلي هو مش العون إذا ما بيعرف يحكم مش مشكلته لحظة هو ما بيعرف يحكم ولا ما عنده صلاحيات يحكم عنده صلاحيات ما عنده صلاحيات بيقولوا لك أنه يعطينا صلاحيات ونحن منحكم صلاحيات شو هو عمل معركة هو عمل معركة طويلة عريضة مع السوريين ومع سمير جعجع وترك النواب يروحوا على الطائف أنا قلت له مدخلين يروحوا وللعالمة ع ذلك هون كلهم عم يروحوا يهاجموا اليوم البيت القاضي غسان عواجد ما بعبدة أنا غسان عواجد صحبي أنا ويامن 30 سنة صحبي أنا وبيه من 40 سنة رئيس منيف عواجد بس أنا هلأ بتحدى حدا شي مرة شوفني بمكتبه أو زرته أو في شي معي خبر يوم متى ما عم يروحوا يزدوا منشير قدام بيته ما بعرف مني من العونية شو عملت يا غسان وشو كان شو جي أعمل غسان عواجدات وحده إذا قاضي واحد واحد وفاتخ خط مع رئيس جمهورية وعم يحكي هو إياه شوف يعمل غسان عواجدات هيا أول شي بعدين أنتوا عم تروحوا لهونيك النواب اللي راحوا على الطائف يوم متى فيه الله يرحموا عبدوا باقي عواجدات معروفين العواجدات كلهم إجوا عادوا باب عبدة وتأتل منهم الضباط وشو بدنا باقي لأيام إجوا عادوا باب عبدة بيقوم هيدا تلفنوا له يلي عم يجيبوا فيها استيخدوه على الطائف قالوا له عبدوا باقي بنا ياخد منك الجواز السفر إذا بتبعطنا إياه بتنموديك على الطائف قالوا أنا ما بدي يروح بيع تقاليد وكرامة لبنان ما بدي هي ما بدي يروح محل مش هي العون شخصيا يومتها بيبع عبدة بيحمل حاله وبيروح بيزوره ببيته وبيبعت زابط قبل وبيروح بيشكره إحنا كنا مع ميش العون يعني أنا ما عارف شو عم خبرك راح عبايته طي يشكر عبده عوايدات لأنه ما راح فيه اتنين ما راح هو البارم خيبر قالوا يرحم كمان بيارد الكاش راح ورجع ما قدر كفه هارب يعني بس عم نحكي نحنا مين وصلنا لهون هالحروب العباسية مش هنشو إذا كان فيه أقدام تهجيرية بيحكوا عن سمير جعجع وأنا مش مع سمير جعجع ولا أنا أكون معه ومعروف موقفي كمان فيه أيادة عباسية استلمت الحكم في لبنان وليك وانصرنا ما فيه شي إذا أصابطوا الواحد الظلامي في لبنان عند أي قضاء بروح عند قضاء الرئيس بره عند قضاء الرئيس عون عند قضاء الوزير جبران بيسيل عند قضاء الملائز بعد أن تخلونه شي لأولي جنبلاط ما بعرف عند قضاء بيت الحريري عند مين قضاء صار مين شقفة نحنا عن شو عم نحكي مبارح شو رأيك باللي صار بموضوع ذهب القاضي غادعون إلى فرنسا وكل هذه الجغلة اللي صارت من بعد هذه الزيارة وأيضا التدبير القضاء اللي صدر بحقه أنا برأيي أما رئيس هيئة تفتيش القضاء ما بيعرف القضاء ما احترام إلى قلو يعني بركان سعد لا هو لأنه بركان ولأنه سعد هو اللي حوله على مبعد شو نتيجة يفترض من أول يوم القاضي يتصرف ما يتصرف أنه عنده فرقة عسكرية وراه مش بياخد الناس بروحوا مثلا بيكسروا بيلبدوا بشركة مكتف مات الزلمة هلا الله يرحموا ماتوا شركة مسكرة وساعة بيقول حولولوا مليارات وساعة هايدي الشركة ما بتحول مصاري وما نعرف شو فيها الدياتا وين الدياتا وين الكمبيوتريات وين تليفونه الخاص وينهم لا فيه أشياء مصارت أيام الحرب أيام الحرب هاي مصارت مش معقولة يعني عن جد فيه ناس في البقلن الحكم فيه ناس ما بيه البقلن إلا المعارضة وسلوغونات الكبيرة وكاينة وطلع آخر شي حزب ما خلونا شو ما خلونا البلد كله بيدكم ما خليتوا أنتوا حدا وقف عجراء ما خليتوا مسيحي يعلي راسه ما خليتوا واحد بالبلد إلا ما بتكون أنتوا اتمشوه تحت جنحكم شو عملتوا بالبلد بتكون سكروا كل البيوتات متل ما ماشيين هايك ما فين مش ضابطة لأمور وهيدي عم يدفعوا التمن هلأ لو ما حزب الله لو ما حزب الله وأنا على الرئيس نبيه بالريد حالف مع الوزير باسير كيف بيعمل انتخابات هداش بياخد أصوات هل بيستطيع النائب جبران باسير رئيس طيار بطني الحر ومن خلفه فخامة رئيس الجمهورية مين بيعطيهم الأكسجين بالبلد غير حزب الله نعم بيقدروا يتحركوا بلا حزب الله بس وين الدوائر يعني دوائر قليلة بيقدروا يساعدون بأصوات شعية بينما المناطق المسيحية الصارف يعني في عندهم المسيحة وين بكسروين عم نحكي بواحد صرنا بكسروين ما احترامي لنا هذا البستاني هي ست وكل شيء ما هي خبرتها بالسياسة يعني شو نضالة وين نضلت بالطيار وين تعبت مع ميشيل عون وين انه كانت مديرة مكتب سيزار أبي خليل وبعدين جبران بيسيل وبعدين عملوها ووزيرة انه شو نضلت بالطيار تتقعد محل الرئيس فؤاد الشهاب ومحل الرئيس ميشيل عون ولو هاي كسروين ما بيسير يعني فيه امور ما فينا نظغر حالنا نحنا تنرضي جبران بيسيل خلص يعني او تنرضي ميشيل عون او تنرضي مين مكاين بالبلد ما بدي ركز عليهم ما فينا نحنا بس نحنا اذا بدنا نشوف يعني الملفات اللي عم تشتغل فيهم رئيس غادة عون أليست يعني محقة بفاتح هذه الملفات هي؟ ايه؟ دي سألك سؤال هي بتدعي بيجي واحد بيقول له انا بطلب ردك كقاضي ما بديك ترفض تتبلغ هذا اول خطأ قانوني اليوم هي بقضية المصارف حاكم مصر في لبنان الدكتور رياض سلامي وقضية خي وراجة سلامي طلبوا منها تتنحى ما بتتنحى بتحصل حقوق العالم انا بدي سألك سؤال واسأل لبنانيين سؤال هلأ اذا رياض سلامي ترك وفل فل من لبنان وخيون حبس وفل من لبنان بيرجعوا اموال المودعين من اخذ اموال المودعين بس بيكون اول حدا ادري حاسب ما حاسب شو بدي حاسبه شو بدي حاسب يبالشوا بشركة الكهرباء يبالشوا بالرئاسات بالرئاسات الثلاثة شو صرفوا مصاري يبالشوا بموزارة المالية بموزارة الاشغال بصندوق المهاجرين بصندوق الجنوب بمجلس الانماء والاعمار هاي العليا الاغاسة مليارات الدولارات رياض سلامي بسنة ونص حتى 8 مليار دولار دعم هوا من اموال المودعين بعدين جمعية المودعين انا بس بدي اسأله سؤال اللي عم تعملوا رئيسي غادة عون واللي انا بقدرها وبحترمها كتير على صعيد الشخصة لانه هي ست محترمة وكفة نضيف اهم شي كفة نضيف اللي بدي يقوله انا هي اللي عم تعملوا مقتنع انه اذا عم توقف الناس وتهاجم الناس انه هي عم تربح لش هي شو عملت واتقلت هي وهادي حباش نايبهادي حباش شو اثرت علي انا طلعت عند سيدنا البطرك قدت انوية جلسة طويلة كان جاي شيخ فوز حباش وابنه هادي عم يحكي انوية قالت له سيدنا صالحه من سنتين قالت له صالحه وغادة عون قال لي انت قلت بعدين فتشنا لقينا ما بترفض قال فيه حوق المرأة وما قبلت رئيسي غادة عونه ما بدت صالحه طب يا خيه كيف بدت تنحل الأمور طب اوكي زانمي مسعد يعني يعمل كل شيء وزانمي بنطقته شغيل وخدومه ومتحمس وحكي كلمتين والحق علي انا عمقلك انا ما بيهيني علي فيكي بالنتيجة انت ست وبعدين هذا مكتب قاضي ما بيسوى يصير اللي صار بس انو فيه ناس ما بقى تتحمل فيه ناس مدعومة ما بتحمل المكسور راسه ما فيه يعمل شيء رئيسي غادة عون حطت راسه براس رياضة سلامة لانو جبران باسيل ما بده رياضة سلامة بده يجيب واحد لقلو لانو مصر في ابنان فيه 13-14 مليار دولار هؤدي المصريات بيسيطروا عليهم مع قطاع المصارف بجبران باسيل بياخدون هنه وشركة ميد الايسي اللي بيملكها مصر في لبنان بانك التمويل اللي بيملكها مصر في لبنان شركة انترار كمان اللي بيملكها مصر في لبنان وكازينوا لبنان بنفس الوقت ساعتها بيكون وضعوا يدهم على المالية بالبلد ما يبيه الوزير المال الشيعي وهذا الشيء اللي رافضوا الرئيس بره لانو السناء الشيعي قبل فخانة الرئيس الجمهورية العماد مشيل عون انه نحن على ايامنا اذا بك شيء ضياد سلامة اليوم الموجود نائب الحاكم الاول الشيعي نحن ما فيها نحمل تفليسة بدك تجيبه واحد ماروني وهذا الماروني اللي بك تجيبه بدك تدفع مع الرئيس بره مع الوزير الفرنجيجي مع وليد باك جملات مع الرئيس نجيب مئاتي تيوافق يعني بالعرب الفصيح هلأ ما في حلول والحاكم باقي الى اخر وقت ولكن فالأمور متل ما هي ماشية وكل العامين عمل ما بيجيب المصريات معاش حدا يضحك علينا المصريات كيف بيجوا المصريات بيجوا متل ما اجوا باليونان متل ما اجوا بيبروس متل ما اجوا ببرتوغال متل ما اجوا بدبي الدولة مسؤولة على المصارف دولة اخذ المصريات وصرفتهم يا عمي بشهر واحد مليار دولار بشهر تموز بس على الفيول وهي بس وزارة وحدة على الفيول والميزوت والبنزين ومعنا كان بشهر تموز وقاب لا فيول ولا كهربة ولا ميزوت ولا بنزين هاوا من مصري في لبنان وما خلوا مصاري بالبلد بس خليني كافي لو تسمحي بنا نحنا قدام مشهد كثير اصبح يعني الناس بقاش الى نفس الطلب اصول العدل ساعة بتلاقي جردون ساعة بتلاقي معزية ساعة بتلاقي بسينة يعني بعضنا اصلا نشوف شفيل عم يجزر بالأصر العدل هيدا مش أصر عدل بقى هاي مش عدلية انه ناشد وزير العدل انه يتحرك هو انا بعرف هو حول القاضي غداعون ثلاث مرات عالتفتيش واتدخلوا معه كتير من الاصر جمهوري وحكيوه كذا مرة كان وقام ايامته انا الهوري خوري القاضي هوري خوري بعرفه وصديق وكل شيء بس لو ما كتعم شوفه بس بعرف كل هالأمور يعني فيه ضغوطات كتير على لانه ما بقى فيه كاف الوضع بس مجلس قضاء الاعلى مبارع اعتزارت القاضي غداعون اعتزارت من الرفيئة بيار فرانسيس وبنفس الوقت بالاعتزار قلت له انا بقدر وضعك لانه بمجلس قضاء الاعلى ما فيه حدا يدافع عنك بعدها عمتهزم مجلس قضاء الاعلى يعني العملية انه بنتعمه لها ميشيل عون هي العملية ولياد عمي وابن عمي وخيه وعرايه يعني ما بيصير هالشغل العملية مش هاك مش هاك كطاع المسرفي من هبطه نروح على فرنسا نلقط الميكروفوم نقعد لمطعم نفقه عشا نشرب لنا كاس بيد ما بعرف شو صار ومنبلش المسجح الارض بالقوضات وبالامنيين وبالسياسيين ولو طب مسئوليت مين هيدا مسئوليت فخامة الرئيس اول شي بعدين انت يا بركان سعد يا خيه فرضا انا ضد مش هالعون فرضا انا ضد فخامة الرئيس فرضا انا ضد الوزير سليم جريساتي اللي بيقولوا هو بيديرا هو والوزير جبران بيسيل عم يقول انا فرضا انا ضدهم بس انا ضد انه حدا يعني الا الرئيس تعاون شخصيا هو بيحكي هو الوزير بيسيل كلهم مش مقصرين بهالمجال طب انت يا بركان سعد يا رئيس بركان سعد انت بتقلك اربع خمسة شهور ليش حضرتك ما تدخلت من زمان اذا كان مش هالعون عم يغلط وقفه حوله على التفتيش حوله على التفتيش جان طنوس غلط حوله على التفتيش فيه تفتيش بالقضاء هو مسئول في مجلس تقديبي مش تقنيب في مجلس تقديبي بيقوله اللي قدي شو عم تعمل في مبدأ التحفز ما بيصير قدي ثورة وضاة كل واحد بيلقت ميكروفون بيحكي شو عنده بقضيابة ملفاته بدي يصلح البلد من وجهة نظره هيدا مش قضاء بقى نحن هذا القضاء ما بدنا يسكره ما بدنا قضاء أساسا الجسم القضائي برأيك نهار نهار خلص طيب نهار لا ليك شغلة انتهى بالعهد الأوي ما انتهى هايك جسم القضائي طيب وما وصلوا للهدف اللي هو أبع رياض سلامة ما رح يوصلوا لأنه الهدف طبعهم مش عملية عملية مالية عملية شعبوية بيطلع بيقول اليوم ما خلونا شو ما خلونا يا خي رئيس أكبر كتلة بمجلس المواب رئيس أكبر كتلة بسيحية رئيس جمهورية أي جيش أجهزة أمنية شو بدي خابرك كتر خير المدراء العام المدراء المسؤولين الأمنيين كتر خيرهم بالبلد اللي عم بيهدوا من روع وغضب جبران بيسيل على المصارف ومصرف لبنان حتى ولو عددت هودة أستاذ جوزاف يعني فعليا ما عنده تلتم عطل بمجلس المزارة يعني سلعاتها ما عم يقدر يفردها خليني بس أقلك يعني تشكيلات الدبلوماسية ما عم يقدر يفردها لحظة لاش قبل ليش قبل يمشي المشروع بلا سلعاتها عشو حمصنا أنا كنت مع سلعاتها أنا لحد هلأ أنا مع سيد بصري ما عم يعملوا جبران بيسيل بسيد بصري أنا لحد هلأ مع سلعاتها يعني أنا أنا بقلك شغلي إنه هدا بير هدا السد المسائل حنطلة شي ممتاز واحد يحكي ضميره خلط ما فيه أنا بشوف الحق بحكيه بس هني ما بيقتنعه طيب هدا اللي عم قل لك إنه هو ما عم يقدر يفرد مشاريع يمكن عم بيشوفها هي مناسبة بغض النظر شو الهدف منه بس ما عم يقدر يفرده ما مش حالون مش يسد 13 سنة رجعنا على نرجع نعمر الكهرباء عن جديد إنه هلأ يعني بدنا مليار ومتان مليون ليطلع الرجل سلامي من الحبس هك بدنا نشتغل يعني تنعمر واحد بالزهراني واحد دار عمار هدا الشغل إنه هك بدنا نقعد يعني ناخد مصريات المودعين بعدين المودعين اللي عم يزقفوا عشو هم تزقفوا أنتو أنتو مش عارفين إنه اللي قاعد برا كبار المودعين هن بياخدوا المصريات كيف هذا تشكى على البنك وأخد أربع خمسة مليون دولار لأنه العهد بقاعد بلندن القاعد بفرنسا معه مصاري هذا معه مصاري وسري قدم جاء بمكتب محمد تتشكى وحط حجز واخد المصريات بينما صغار المودعين اللي عم يزقفوا وبدوا نشيلوا رياض سلامة والهو عم يسعيلوا هنه مش عم يعرف هوا دي زمتوا هلا لأنه مع الكابتال كنترول ببنك ما معونك خبر شو عم بصير كابتال كنترول هلا عم يحكوا فيه هلو هلا عم تحكيني بليسترين كابتال كنترول هلا بنعمل بنعمل أول أزمة رياض سلامة بعطلهم ثلاث كتب لفخامة الرئيس مشيال عون ودولة الرئيس نبيه بري وده الرئيس سعد الحريري ورئيس حسان دياب بعطلهم كتب انه عملوا كابتال كنترول لعالم عن تحول مصرياته انت بتعافي تروحي على المصري في اليوم لذا فتح حساب فراش مصاري بتحطي هلا خمس الاف دولار هون بحسابك تقولي بديني باليونان منزلوا بعد دقيق تاني بسويفت باليونان لذلك مصري في لبنان ما له دور بعضية تحويل فيه اينون بالبلد الاينون اعلى من مصري في لبنان وفيه دستور يحمل كل وحلف اليمين فخامة الرئيس على الدستور وعالقوانين يعني غدا عون اليوم القاضي الغدا عون اليوم اللي عم تعمله يفترض ببركان سعد اذا كان معنو مكبش فيه اربع خمس تشهر خيفانا حايلوا فيهم خي يستقيلوا في اللعباتك بدك رئيس تفتيش رئيس هئة تفتيش قضاء شرفا يعني تستقيل بعض تياقك رح يحطوا كيف خي يفل خلي غيرك يشتغل هلا مطلوب بدي يعملوا مجلس تقديبي معلف من ثلاث اضاط بدي يعملوا الرئيس وهي العبود هذا هو بألف ومنهم الحالو وهو الرئيس الاعلى لقاله لا رئيس الاعلى لانه فيه درجة تاني من استقناف هلا هو ماشي بس لوين ممكن يوصل اذا هي فعليا قاضية القصر مثل ما بيقولوا عنا لوين رح يوصلوا ماشي رح يكفو لها يدها هذا اقل المزيد ما بتتبلغ هي بس واحد يخاصم الدولة لأعمال القضاء فورا يفترض القاضي وقف شغله فورا يفترض القاضي وقف شغله لا يستلم يرفع ايده على الملف مجرد ما يتبلغ بيرفع ايده بمجرد ما حدا يخاصمه ترفع الايد فورا بس ينظروا بالملف ما بتتبلغ تشحطه للمباشر شو بتعملي مدعومة شو بتعملي ما بعد فيه ست شهر عم نصلي كيف الله بيخلصهم عن جد فعلا ما كنا عارفين هالقد ولو كتير هالقد والله اللبناني ما بيستيها هالقد ولا اللبنانية بعد هذه ست شهر يعني الوضع بلبنان رح يتحصل اكيد بتغير اكيد اكيد اذا ما في رئيس جمهورية بيكون فيه رئيس مياتي رئيس مياتي بيكفي بحكومة مقبولة بيقدر يصرف اعمال احسن بكتير مما هو الوضع هلا بنا نشيل فلان بنا حط فلان بالحبس بنا نشيل كذا هاللي يؤقل بدولة مثل لبنان رئيس الاولى منصور زلمي متمرس بيجي انا قاضي تحيي اول بيجي مع كلمة حبتي لقلو بتطلع بالملف ما علي شي بعمل اخلاص بيه بحط كفالة رمزية او بلا كفالة بس انا بعرف انه ما علي شي بعمل له اخلاص سبيل بستأرضي جماعة فخامة الرئيس بحط له كفالة خمسمائة مليار خمسمائة مليار لبنان كله ما معه اصلا ما حدا معه خمس ملايين ليرة ما في لبناني حاكم مصر في لبنان ما معه هيدا المبلغ شو خاص رجل سلامي بمصر في لبنان عم بحكي عن الحاكم اكيد ما بعرف انا مع الحاكم علاقة قرابي وانا مستشار قضائي يعني مني حقوقي مني فريق العمل لانوني ولا شي ولا بتعاطى ولا شي يعني انا بحكي لي بيسوين حكا وبحكي اناعتي حتى يعني ساعات الحاكم اذا يعني في شي زعجوا انا ما برد يعني انا بحكي اناعتي مع انه انا مقتنع انه اللي عم يعملوا كتير منيح الناس مدينين من مصر في لبنان خمسة مليار وسبعة مليار واربعين مليار اوكي وبيطلعوا بيهجموا المصرف وقد كان دولار الف وخمسة بجيو صلحوا البلد نحنا عايشين مع زمرة قرطة زعران استاذ جزاف لانك قطعت شي كتير مهم اللي هو الثنائي الشيعي شو بلغ فخامة الرئيس عن موضوع حاكم مصرف حقه مليارات دولارات ملعب الجولف واحده حقه مليارات البور واحده اجروا ب 33 مليون دولار لشركة سي جي سي ام اه طبعا سعادي اخوان سعادي 33 مليون دولار بس بيش حنا منموم منموم بالسنة بنزل بين تسعمية والمليون كونتينير مش حرام مدخل بور حقه عشرات مليارات الدولارات بتجروا ب 33 مليون دولار بالسنة على شو اجرتوه ليش على الرقص كله ليش على الحماس كله يعني نحن الدولة غنية الدولة مش مفلسة الدولة مش مفلسة الناس فيها تحصل على اموالها بامريكا بامريكا بدبي باليونان بالبرتوغال بابروس اللي بنوكي صار فيها نفس الشي ما شفنا حدا هجم على المصرف روحوا شوفوا السياسيين اللي أخذوا المصريات المصريات أخذون السياسيين عم يتحكوا عليكم وقالوا حكم المصرف مش حكم المصرف حكم السياسيين 57% من المصارف يملكها سياسيون بلبنان 57% نعم بس هو لما يقولوا أنه نحن مش قادرين أو ما بدنا نتحمل تفليسة البلد يعني أموال المدعين بالمينموم ما رح يترجعوا يعني هني عارفين يعني مش فرقيني معهم مش فرقيني خلطين السياسي مش عم بحكي عن الشيعة يعني مش فرقيني معهم هالموضوع ما قال الحجم محمد رهد نحن هذا القطاع لا يعنينا قال الحجم محمد رهد قال هذا القطاع لا يعنينا نحن لم يعني ننشئه ولم نبنيه ولم كذا هو يطبع الخزانة الأمريكية وكذا هذا موقف حزب الله موقف واضح وصريح نعم طيب بهذا الموضوع يمكن حكينا بما فيه الكفاية حتى نلاحق ناخد كل شي شفنا إضراب دبلوماسيين بوزارة الخارجية وهذا تطور عده البعض أنه ممكن يطيح بالانتخابات أنا بدي أقول شغلي الفضل الكبير الفضل الكبير يلي عم بيهدي الوضع بالبلد الناس من فكرتهم أنه هنه هاك شو ما كان نعم قالت القادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هنه عم بيروقوا الوضع بالبلد وعم بيهدوه بين العهد وجبران بيسيل وبين مصر في لبنان والرئيس برية وقات وفلان وعلتان بيدخلوا مليون مرة هنه عم بيهدوا الأوضاع ويروقوا الوضع إن كان اللواء عباس إبراهيم إن كان اللواء طوني صليبة إن كان وزير الداخلية شو اسمه؟ العميد القاضي رئيس مولوي إن كان رئيس برية إن كان مدير المخابرات إن كان قائد الجيش إن كان الأمن الداخلي أيضا والمعلومات هنه اللي عم بيحافظوا على المؤسسات أكتر من اللي طاحش مهاش عدامه فيه انهيار حاصل عن جبران بيسيل هذا الانهيار ما بيصير يستمر لأنه بعد الدنيا قدامه عمره صغير وليه حق يعمل رئيس جمهورية اللي عم يعملوا شي خارش عن مألوف أنا قد يعني اليوم إذا ما اتفق مع الشيعة ببعلبك وبزحلة وبالبيعة الغربي وبجزين وبجنوب وببعبدة وبالضاحية منهم بيجيب نواب وبجبال منهم بيجيب نواب بيجيب ستة سبعة ما كمان واحد بدي يعرف حاله أنه أنت خيه تفقت معه مش هم مصلحتك ما فيك تقول ما خلونا وتروح تتحالف معه على الرئيس بره ما فيك تقول عنه فاسد وتتحالف معه ما فيك تقول للقاضي ما عم يطلع عرار الظنة وتهاجم علي حسن خليل شوية تروح تقول علي حسن خليل عمل شغله عمل لي على يعني ما على الشي يا خيه احترمونا مش عم نقول لكم خيه ضلكون زيكوا وعملوا بدكن بس ما بيصير اليوم بتاخدين مثل كمان شيخ سامي جميل يا خيه انت رئيس حزب الكتاب حزب ميسائي طويل عريض ومرشح وعهل وزراءك ممتازين وكل شيء اخر فترة كذلك الأمر القوات كل همهم التركيز على مصر في لبنان هالمورني في لبنان ما عرف شو بدون يا خيه من اخدوا المصريات السياسيين الطبق السياسي اللي عم تحكي معكم والمتقاتلين معها هي اخدت المصريات مفهموا الوضع فيه 8 مليار هي عليهم شكوى هاو دي انقاذا للمصارف بس شفت شي واحد قداش صار فيه مصارف اشاطي بهالبلدان اللي عدينيهم شفتلك شي واحد كسر ازاز عنده لا بس كمان استاذ جوزاف انه يتحمل مسؤولين انه ودين الدولي عرفوا وحولوا المشكل من سياسة على المصرف سكروا مصارف شهر حولت العالم مصريات طب بس هلا واحدة وثلاثين مليار دولار وقت تحولوا طب حدا بيسترجي بيسترجي الغادي الرئيسي غادعون ما عم حبت له قلة او حي الله واحد بيسترجي يقول له لو وليد باك جملات انت لاش حوالت خمسمية وخمسة مليون دولار اهلا معك النائب بيسترجي يقول له يسألوا سؤال كانت اللبنوك يمسكروا وحولون مين بيسترجي يقول معو خلي حدا يسترجي يغلط معو وولد تعرفين مين بيقوم عليون واموهاب ووزير امير طلال لانه في طايفة موحدة ومتفئة وعارف شو ما تشتغل نحنا عنا كلهم رئيسة الموارنة ما في عنا نحنا شعب كلهم زعمة هادي المشكل عنا نائب جورج عدوان شو قالوه دخلك على الحاكم مكامد يعمل ليحة ويعمل لجنة كل يوم حاكم الحاكم 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 شيخ سامي جميل كل الخصوم تجمعوا على حاكم مصرف لانه هني عم بيسيروا بعضهم بكبش مهرها ما بيسير ما بيسير يطلع اليوم تضل كل الوقت ان قطاع المصرف ينضرب من ورا مين من ورا مين ضرب من ورا سياسيين مش من ورا الثورة بعدين قالو فليس خد حاكم المصرف مين عمل غنيب هلا 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 مين عملوها يعني انا ضدها لانه مرة محترمة وام عائلة وكل شيء امونا الوزير بسير بس انا عم بيحكي المنطق ما بيسير بقى نكفي بهالطريقة خي واقفوا بقى هجومات بيجي قاضي بحد كفالة خمسمائة مليار بيجي يعني اجهزة امنية عم ترويه السياسيين هي عارفة شو فيه بالبلد المدراء الأجهزة الامنية حريصين على الشعب اللبناني اكتر من المسؤولين بالدولة اللي عم نحنوا سياسيين وباي الصبي وام الصبي وام البنت وباي البنت طيب بموضوع الوزارة الخارجية برأيك يعني هيدا التحرك بريء لان البعض يقول انه هلأ من بعد الايام الاخيرة لعهد الرئيس مشال عون الوزير جبران باسيل هو من يضغط على الدبلوماسيين وعم بيحردن على هيدا يقال هاك انه هو عيله مصلحة يطير الانتقابات الوزير جبران باسيل بلشنا اول شيء حكينا اول شيء اول شيء انه بدارة 16 طارت رجعنا رحنا على مجل الدستوري قالنا جلسة مش شرعية ماشي ارجع لانتقابات رجعنا جينا ها قضيت شو اسمه عن جديد مجددا على الميغا سنتر كمان قضيت الطاقس انا بقولك طلعا ما وحق الوزير جبران باسيل ب 27 ادار الطاقس ما كانش ضابط مظبط يعني واحد يحكي ما اولي جانا هلا مبارح فخانة الرئيس مبارح عم يحكي عن الميغا سنتر واليوم جبران باسيل اوليانو رجي على الطريق عم يحكي عن الميغا سنتر ماشي تحكي ماشي تقولي باش بدي يسمع يعني وهلا قضيت الدبلوماسيين طلعت اسمعت الخطاب كله لا ما سمعتوا عم يخبروني شوانا لا لا ما ما انو يعني بالسيارة كنت لان وبعدين نحنا اليوم قدم دبلوماسيين الحكم ما صفش بان فيه ناس بيقبضوا 16-17 ألف دولار اجوا من بره صاروا بالإدارة المحلية بيقضوا باللبنانة بعضهم عم يبضوا كانوا من بره فيه ناس عم يصرفوا كمان فيه خراب يعني العهد الاوي كمان بوزارة الخارجية بوزارة العدل بوزارة البيئة بوزارة المهجرين باهم شيء بوزارة الطاقة طب فيه هذا الريعنة طب ما فيه مصاري شو منعمل من نروح منقلهم دبلوماسيين ما تشتغلوا منقولهم موصفين بره ما تشتغلوا بنفس الوقت بيجيك فلتة زمانه وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب كل يوم عنده خبرية جديدة ويارات هو معه خبرها بيكون حركة تبع عنه كل يوم فيه تهويلة جديدة انه الانتخابات بدأت طير كل يوم فيه تهويلة جديدة انتخابات بدأت طير يعني بالفعل الوزارة الخارجية عم بتعيش يعني نحن من بعد فؤال بطرس وخليل ابو حمد يجينا عبدالله ابو حبيب طلع موظف صغير صوري محترامي لقاله مش معاولي يعني هذا الشغل عم يعملوا هذا ما بين عمل ولو اليوم حكي الوزير ابو حبيب على صحيفة الجمهورية عن موضوع كتير خطير اللي هو ما فيه يعني امكانية لتأمين كلفة نقل صناديق الاقتراع للمغتربين عبر شركة هم مبدوين ينتخبوا الوزير باسيل لما ينتخبوا ضده بعده اليوم يعني قادر الدولة اللبنانية تغطي هيدا التكلفة لا شو نقص دولة اللبنانية لاش ما بتغطي لاش ما بتغطي بعدين مديس على سؤال اذا عملت الانتخابات او ما عملت شو هيتغير يعني مهني ذاتهم يتغير له شوية مسيحية بس هالقصة لا حتى اليوم الطائفة السونية في تغير جزري بممثلين افتكر اذا صار فيه تمديد النواب السنة ما بيعملوا شي بسكتر الرئيس الحريري قال انه بمجرد ما يفكروا بالتمديد كتلته رح تستقيل المجلس الله يبجيه له خير رئيس الحريري مرغمون أخاك الله بطن بكل شي فرضوا علي فرض ينسح من الحياة السياسية هو تعليق الحياة السياسية اذا هيك بحبوه يعني اذا فرضوا علي ينسح من الحياة السياسية على الايام اللي قابلين عليها الانهيار مجلس نواب هو رح يتحمل مسئولية التفليسة الحكومة هي رح تدير بلد مفلس يعني محظوظ الرئيس الحريري اذا ذا عم بيقول رئيس مياتي انه هي تبلش العملية بس يوضعوا الخسائر يعني الدولة يجب تحمل الخسائر الأكبر ومصر في لبنان والمصارف بيحملوا الآل عم بيقولوا انه رح يجي 15 مليار بس انا كيف فهم انه انه هوا رح يجو المصريين 15 مليار اذا بلسلمون لبنانية يعني بيكون في فضيحة كبيرة بها الموضوع بيرروع بسرقون يعني لازم بدون يجوا على مطرح يعني المشاريع اللي بتنعمل لازم تكون تنعمل دغري من برة يعني ما نجيب سيمينس تقولي عملونا معامل يعملونا معامل بدار عمار وبالزهراني سيمينس هي بتجيب فريقة وهي بتعمل وهي بتدفع مصاري لانه اللبناني بس يخدوا بدوا يروحوا كوميسيونات يمين وشمال بتطيروا المصريات يعني بكفينا صفات وسرقة يعني عن جد لبناني ما عاش يحمل لذلك الوضع ما اني شايف انا انه في تسهيلات بالخارجية من بعد معين وعشرة فقط تابعين للطيار الوطني الحر هن بيدخلوا بقضية استناديق وبديروا العملية كلها وإلى ما هنالك طيب بس مطلبهم الاساسي كمان التشكلات الدبلوماسية اللي كانت يجب ان تطرح النهار الاربع على طاولة مجلس الوزراء ويبدو انه بعدها الديل مركب رح يكون فيه تشكلات لان فيه تضارب بالموقف بهذا الموضوع فيه نصف تشكلات مش كاملة لصالح من؟ صالح تسوية رئيس مئاتي رئيس بره ورئيس عون تسوية بسيطة يعني مش كبيرة كتير يعني مثلا كل همون يغيروا مثلا هم بلك شغلة عنا شخصية بموسكو سفيرنا دكتور شوق ابو نصار وخيه يعني كان الشيخ عمين نصار رئيس محكمة التمييز وابنه قاضي وعائلة يعني من اخواننا الدروز ومعروف المركز بموسكولا للدروز هلأ يتحطين براسهم يغيروا ويأخدوا واحد درزي لقالهم يخيه ما بيصير او بدوا يغيروا الموقع يقلبوا من مطرح لمطرح انه لاش يعني انه فيه فيه ناس الى بره عشرين سنة مثلا فيه بدوا يودوا ناس على نيويورك على أمم المتحدة موظف كما سنتقول كان موزارة السقافة وعدم على الخارجية وما توفق نجح ما سقط رجع بالخارجية ووزير بيصير حطه عنده وزبط له وضعه وهلأ بدوا يودوا سفير بدوا يرقوه ثلاث مرات يعملوا سفير ما صار هيك بالـ 2018؟ كان فيه تسويه يومتا مع الرئيس بره مع الرئيس الحريري كان فيه تسويه ويومتا كان نادر الحريري سيد نادر الحريري والرئيس الحريري والوزير بيسير عاملين تسردات من تحت الطاولة ما حدا إشعة بعدها نفضح كل شيء ونفضح الموضوع وشفنا شو صارت يومتا من 2018 لهلأ شو صار بوزارة الخارجية وشو صار مصيرة وشو صار مستقبلة وكيف صارت وكيف التشكيلة تبعها وباليوم التشكيلات شو اللي موقفة؟ بوقت أنه ينقل عن الرئيس بره أنه ولا بعمره وبحياته بتصير أنه تشكيلات أساسية بتصير بآخر العهود مننطر للعهد جديد لأن رئيس الجمهورية لازم يكون له رأي فيها إذا مش حصة له رأي أم المحاصصة هي اللي عم بتوقف هذه التشكيلات الدبلوماسية؟ ده الخلاف في خلاف واقف ده توقف تشكيلات دبلوماسية خلاف بين مين ومين؟ خلاف بين جبران بيسهيل وبين رئيس مئاتي ما بده وبين هذا خلاف واضح لأنه رئيس مئاتي عم بيقول خيطوله بالكون نحن برأيك مستعد يعمل تسوي الرئيس مئاتي ويعطي الوزير جبران بيسهيل مثل ما بده بآخر عهده؟ مثل ما بده صعبه أم ما بيتحمل مسؤولية تعويمه؟ سنياً؟ لك شغلة رئيس مئاتي الزلمي مثل المغايطة يعني بيعمل كل شيء محنك سياسياً وبعدين نفس الوقت يعني الرئيس مئاتي بيقدر يدفع مع جبران إلى حد ما وإذا بده يمط بالحديث معه ويمد معه بيمد معه لشيء عشر سنين بعد عنده الإمكانية وعنده جبران محروقة بصلت ما بيقوله بده يعمل تشكيلات هلا على السريع ويشيل أمين عامل خارجي ويشيل 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 الرئيس مئاتي منه مستعجي اللي خربت هالتشكيلة كلها الموجودة بالخارجية كما غير وزارات يعني بتلاحظي الوزارة اللي فيها جماعة من الطيال الوطن الحر كيف بيصرفوا مشاكل دايماً مثلاً هالديقلية ما فيها هك هذا الرئيس بسام مولوي بتشوف وزير الدفاع كذلك الأمن تلاحظي وزارة الدفاع ويات الجيش محافظين على بعضهم العميد موريس تليم وقائد الجيش ومديرات المخابرات والأركان يعني كلهم كل أجهزة موحدة من أجل حفاظ على لبنان على مصلحة البلد إنما الموجود بالطيار هو عملية تخبيص وشعارات ما رح تخلص ما رح توقف بقى يعني عندنا مشكلة طويلة عريضة إنه عملية هالشعارات اللي ما بتتنفس هذه خرج انتخابات بس تغلص انتخابات رئيس بدي سوف يتحرك على 100 محور هلأ بس يقطع الانتخابات طيب لأن بعد عنا دقيقتين ثلاثة ماكسيموم رح نحكي شوي سريعا عن الدوائر وخصوصا هلأ بدنا ننتقل بعد شوي لنستمع على إطلاق الليحة ببيروت الثاني وين أكثر الدوائر اليوم رح تكون شراسة بالمعركة الانتخابية طبعي طبعي رأيك هل هي بيروت الثاني ولا هي البعض يقول أنه جزين رح تكون معركة شرسة فيها لأنه فيها النائب زياد أسود وهذا النائب يعني مستفز للسنة الشيعة نينته مستفز للسنة كمان ما هي المشكلة كمان مع قينا ما قدر يتحالف مع حدا من السنة ما هي المشكلة أنا اللي شايفه أنه إبراهيم عزار وحدا من كتلة القوات بيمرق بس ما بعرفين بيمرق من كتلة الطيار لأنه كانوا يعني إنت لاحظة وين الطيار ضعيف الطيار مطرح ما يجيب ثلاثة عم بقيت العواхت في حين انه غايروا القوات بس ما مطرح ما كينه عم بجيبوا واحد عم بقيت له عالتاني أو الكتاب مطرح ما بجيبوا واحد عم بيقاتلوا على الثاني أو عم بجيبوا اثنين بيقاتلوا على الثالث هادي الشغل اللي ضعفت بالمثل في معركة في معركة قوية بكسروان في معارك كسروان وجبال في معارك بس بكسروان وجبال بحال الحزب جاب برك ما جابوا ثلاث حواصل شو بيعملوا إذا جابوا حاصلين بطلع مصليموعة برمية والحزب وبتسقط ندل بالساني كمان فيه شي فهم فيه شي خطر كمان هل الرئيس ميشيل عون وهل الوزير جبران بيسيل بوافه على الانتخابات تحصل إذا الوزير جبران بيسيل مركز ومش محفوظ ومضمون بالبطرون ما بينجح ومم يسقط إنه معقول يطلع نواب لجبران بيسيل وهو يسقط شو بيعمل الرئيس عون شو بيعمل نائب بيسيل من يضمن وصول النائب بيسيل بالبطرون هاي انتخابات ما حدا بيعرف طب أنت شو بترجح برأيك هو تحالف الكتائب مع مجد حرب يمكن أحرج شوي الوزير جبران بيسيل برأيك ولا ريحه وموضوع كمان ليحة القوات فقوية فعاليا يعني المعركة بين المعركة بين الوزير بيسيل والمجد حرب ابن أستاذ بيترس حرب المعركة بين هون يعني صارت واضحة بالنسبة للبطرون بالنسبة للقوات بفتكر الأستاذ غياس وضعه منيح يعني وعم يشتغلوا القوات وعم ما بالبطرون المشكل لأنه خلينا نحكي بصراحة المشكل بين جبران بيسيل والسنة بمنطقة البطرون الكورة صغرتها مشكل كبير لأنه اختلف مع رئيس الحريري والهدل والخطورة أنه الأصوات الشيعة ما فيه تقل وزن شيعي بالمنطقة اللوفية لذلك بكل مكان فيه معارك فيه معركة قوية بين القوات وحزب الله بيبعلبك الأرميل معركة الحاصل الانتخابي بالنسبة ل شو اسمه النائب ما لم أذكر اسمه أنتوان حبشي نعم أنتوان حبشي نعم فيه معارك طاحنة وفيه نواب ما ترشحوا كنا مستنظرين أنه يكون فيه شخصيات وازنة تنزل بس استنكاف رؤساء الحكومة السابقين عن ترشح هذه شغلة ما ببشر بالخير طيب بس عودة الخليج إلى لبنان ألا تعود عن هذا أو برأيك ما بتشكل أي تغيير على الساحة الشعبية أنا برأيي أنا برأيي الأمير محمد بن سلمان هو لا يريد الرئيس الحريري ولا حدا مات الحريري وهو يمكن استعمل خيه الأستاذ بهاء الحريري لا يقتل الرئيس سعد الحريري بس انتهى من الرئيس سعد الحريري تركوا للرئيس الأستاذ بهاء الحريري وانتهت القصة هون هم لا يريدون أهل الحريري بالسلطة وبيعتبروا أنه موقعهم لازم يكون بغتالة الريدس معرفاتهم فلذلك أجل السفير السعودي الأستاذ بخاري أجل على لبنان من بعد ما الحريرية السياسية تحللت وكل واحد قاعد ببيته وكل واحد رح بالطريق وكأنه الهدف المملكة العربية السعودية هي فقط بيت الحريري إنهاء بيت الحريري بس تحللت زعامة الحريري ما تحللت بس يرجع منشوف يعني التعاطف الشعبي معه لبال بالعكس المقاطعة قوت أكتر الرئيس الحريري من غيره ما هي المقاطعة إذا بنحكي بالسياسي مش أنا لأنه يعني أنا مع المقاومة ومع فهيد الفريق ومع سوريا ومع الحزب ورئيس برري وهذا الخط من أدار لا إذا بنحكي بالسياسي ما هني السعودية عم تقلوا لحزب الله تفضل خود لبنان عم تعطينا أي حطي يعني شو السعودية بدأت انتنع تقلوا للسنة ما تشاركوا بالانتخابات لا اقتراعا ولا ترشيحا ولا مشاركة ولا سعيا ولا شي عم تقلوا للسنة ولبنان عدوا بالبيت خلي حزب الله يسلم البلد إذا كانت هك عم تقول طيب بسؤال أخير أستاذ جوزاف هل من بعد كل هذه الظروف اللي عم نمرق فيها وكل التطورات اللي عم نشهدها يوم بيوم هل برأيك رح يكون في انتخابات بـ 15 أيار ولا لا رح تتأجل إذا بدي أحكي أنا بسرول وعم يحكي عن جبران بسيل وفخامة الرئيس اليوم حزب الله معه الأكترية الرئيس بري كذلك الأمر وليد جملات وضعه منيح سير رئيس أستاذ وليد جملال الوظير الفرنجية بحاجة لانتخابات الوات والكتائب بحاجة لانتخابات المجتمع المدني بحاجة لانتخابات البائية الأاومية مرتاحين كلهم مرتاحين فريق 8 أظهار ما عنده مشكل عنده مشكل لوات الكتائب المجتمع المدني والأحرار وهذه المجموعات والوزير الفرنجية بحاجة يعمل كتلة كبيرة لأنه قلت لك أرجوان إذا ما صارت الانتخابات شو بيخسروا فريق 8 أدهار ما بيخسروا شيء إذا جبران بيسير مأمن أنه بيطلع بالبطرون بتصير فيه انتخابات إذا الرئيس عون بحس أنه العملية ما فيه انتخابات بطيروا الانتخابات وهلأ العمين عمل هني عم بحاولوا يطيروها مش عم بحاولوا يخلوا الانتخابات تحصل المحامة والمحلل السياسي الأستاذ جوزاف أبو فاضي لأنه بدأت شكر حضورك لهنا بيروت والشكر موصولة لكم أيضا مشاهدين على متابعة هذه الحلقة